أهلا بحضراتكو مرة تانية السمنة مش هي زيادة الوزن السمنة ليه توصيفات طبية متعددة على سبيل المثال سمنة المرضية اللي بتكون طبعا من أخطر الأنواع اللي ممكن تصيب الإنسان عشان كده عاوزين نسأل إيه الفرق بين السمنة العادية اللي هي المقبولة والسمنة المرضية هل فيه فرق بين السمنة وزيادة الوزن إيه كمان النصايح اللي نقدر نمشي عليها عشان ما نوصلش لمرحلة السمنة المرضية أسئلة كتير هيجاوبنا عليها طبعا النهاردة ضفنا اللي منورنا فيها للسديو دكتور عمر عبد المنام أستاذ التخدير والرعاية المركزة والتخزية العلاجية بكلية طب أصر العيني صباح خير عليك يا دكتور صباح خير فاند يا أهلا بيك منورنا فاند هل فيه فرق بين زيادة الوزن والسمنة آه فيه بوصح لك هو إحنا عشان نعرف السمنة أو زيادة الوزن إحنا عندنا تعريفات ممكن توصل لأربع تعريفات تعريف المعروف الدارج اللي هو مؤشر كتلة الجسم اللي هو الناس عارفاه بتقول إنه نجيب الوزن نقسمه على طول بالمتر تربيع يطلع لي رقم من 25 إلى 30 ده وزن زياد يعني أنا مش بنشيل في المية تقليل لا 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 ده كده حاجة تانية وزن مسالي ده حاجة تانية ده وزن مسالي ده من نجد عبيدة مش هنوصله أصلا نجد عبا يعني من 25 إلى 30 ده وزن زياد من 30 إلى 35 اسمها سمنة شديدة من 35 من حد ما نوصل بقى من 35 نوصل لأربعين كل ده وصلنا للسمنة الشديدة فوق الأربعين سمنة مفرطة فوق الخمسين ده السمنة السوبر أو الفائقة السمنة المرادية أنهي واحدة بدون من أول 30 إحنا بنبتل نتكلم في السمنة نجي قصة السمنة ده تعريف الأولى نسبة الدهون ممكن حد يكون عنده مؤشر كتلة الجسم عالي بس رياضي بيلعب حديد فعنده مؤشر كتلة الجسم 30 بس ما عنده السمنة فقالوا أن السمنة هي زيادة نسبة الدهون مفروض السيدات ما يزيدوش عن 28-30% والرجال 20% طبعاً ده محصلش نحن بنوصل لحوالي نص الوزن دهون مثلاً في السمنة ممكن نوصل لأربعين في المئة في السيدات الرجال أربعين في المئة كل ما يزيد نسبة الدهون كل دي اسمها سمنة نيجي بقى إلى الحاجة الأسهل اللي هي المقاس الوسط لو مقاس الوسط في الرجال وصل 94 سنتي والسيدات وصل فيهم 88 سنتي احنا بنقول أن احنا الرقامين دول ما تزيدوش في الوزن لو احنا ووصلنا المئة واثنين للرجال و88 للسيدات نقول لا لازم ننزل في الوزن دي هتبقى سمنة مرضية ده يقولنا بقى لسمنة المرضية سمنة مرضية يعني ايه احنا سمنة ببساطة احنا عندنا هي مشكلتها في الخلايا الدهنية يعني احنا عايزين في الآخر نقلل يحجم الخلايا الدهنية وبالتالي نسبة الدهون في الجسم تقلل ادي هي سمنة وليس ان انا انزل في الوزن ممكن انزل في الوزن وكنت لها عضلية انا مخصتش كده انا خصت مشكلة عندي مشكلة عندي سوق تغزية الخلايا الدهنية أربع انواع النوع الاول اللي هو الخلايا الدهنية اللي فيها المشاكل اللي هي الخلايا الدهنية البيضاء يتحول منها أثناء الحمل والرضاعة الى الخلايا الدهنية الزهرية البينك اللي هي مسؤولة عن الرضاعة ثم عندنا خلايا الدهنية البنية اللي هي موجودة في حديث الولادة والأطفال اللي هي بتحميهم من السمنة اللي هي بتمنع زيادة الوز دي مسؤولة عن الحرق لشان كده حرقهم عالي ثلاث أضعاف الكبار نيجي بقى للوسط اللي هي الخلايا الدهنية اسمها البيج دي اللي احنا كلنا عايزين نعملها عشان نمنع السمنة أو نعالج السمة اللي هي جزء من الخلات الدهونية البيضاء تتحول لبيج المشكلة المرضية في شكل الخلات الدهنية بمعنى هقول أن احنا عندنا الأستاذة هيدي والأستاذة سالي فالأستاذة هيدي عندها ضغط أو سكر أو دون سلسية عالية أو كلسترول عالي الكسافة قليل أما الأستاذة سالي ما عندهاش هنا حجم خلايا الدهنية كبير عند أستاذة هايدي يعني هي نفس نسبة الدهون ولكن حجم خلايا الدهنية كبير أما عند الأستاذة سالي فعدد الخلايا الدهنية هو الكبير فده أسهل التفتيت ما فيش تفتيت عندنا ما عندناش حاجة اسمها تفتيت لا أصدر التفتيت الدهون يعني أصدر الدهون لا تفتت الدهون تؤكسد تؤكسد ده أسهل عدد الخلايا بكتير طبعا لأن هي مشكلة الخلايا في ناس تعتقد ان مشكلة السمنة ان احنا مش عارفين نخرج الدهون من خلايا الدهونية بالعكس هي مشكلة السمنة ان احنا الدهون بتخرج كتير من خلايا الدهونية ولكن بتروح فين تروح على الكبد تعمل دهون على الكبد تخزن بقى تروح على القلب تعمل مشاكل في القلب تروح على كلا بتعمل مشاكل في الكلا انما لا تقسد ليه لا تقسد ان في حاجة وقفالها على حسب ايه بقى على حسب ارتفاع نسبة الانسولين عندنا كل ما الانسولين يعلى يمنع هذه الأكسادة لما يعلى الإنسولين لدرجة كبيرة يبتدي يحصل العكس أن مفروض هذا الإنسولين بيخزن الدهون جوه الخالية الدهنية ويمنع أكسادتها فلو زاد عن رقم معين على طول يحصل ما يسمى بمقاومة الجسم الإنسولين يعني إيه؟ يعني هذه الخالية بعدما كانت بتحتفظ بالدهون جواها الإنسولين مش عارف يشتغل فبتخرج مفترض أن ده الحل ولكن هتخرج تروح فين ياريت أنها تأكسد مش هتنفع تأكسد مقفول عليها الباب ليه؟ وعشان كده دكتور في ناس بتستخدم عقاقير خاصة بمرض السكر علشان تخس بس هو الفكرة كلها في إيه؟ أن أنا لازم أقفل الباب المقفول عليها ده لازم أفتحه اللي هو إيه؟ نسبة الكربوهدريت اللي احنا بناكلها نسبة النشويات اللي احنا بناكلها نسبة السكريات اللي احنا بناكلها تحكم برضو في نظام الغذائي هو ده اللي هيبتدي يفتح الباب وفي نفس الوقت احنا عندنا تلت طرق عشان أزود حرقي يعني فيه ناس عندها مشكلة تقول أنا حرقي قليل وما فيش حد جينيتيكا لي بيتولد حرق قليل غير نسبة لا تذكر احنا اللي بنقلل حرقنا واحنا اللي بنزوده بطريقتنا في الحياة بمعنى الحرق أو عملية تحويل الخليل الدهنية بس الحرق كمان دكتور كتير من البنات و سيدات يقولوا من غير ما يعملوا تحليل ده بقى موجود عندنا مقاومة انسولين عالي أما هيبول حيك بص قصة مقاومة انسولين دي كلمة بقت موضة شوي يعني موضوع ننساها يعني يجي للأصل الموضوع هي احنا عندنا سمنة فيها مشاكل صحية لازم هتتعالج هتتعالج سمنة ملهاش مشاكل صحية ماينفعش نسبها لأنها هتتحول بعد خلال سنين إلى سمنة برضو بيها مشاكل صحية هي الأصل في الموضوع ان انا عايز احل المشكلة انا عندي طاقة دخلة وعندي طاقة خارجة في الاول مهما اقلل الطاقة الدخلة من غير ما زود الخارج هاجي وقت وقف هنزل وقف خلاص مش ممكن لو حد مثلا محتاج الفين سعر حراري في اليوم نزل الف و خمسمائة نزل في الوزن بعد كان ينزل الف نزل في الوزن طب هنزل حد ما وصل زيرو يبقى لازم يطلع الناحية التانية فالطاقة الخارجة لازم ازودها ازودها ازاي هي دي بقى فكرة احرق دون دي ازاي بالزبط كده فكرة ان انا حول الخلية الدهنية دي البيضاء اللي هي بتخزن الى خلية دهنية بيج تشبه بتاعت الاطفال هل ده ممكن كانوا زمان بيعتقدوا انه مش ممكن دلوقتي لا ممكن وهو ده اصل الفكرة ان انا ازاي اعمل عملية البيجنج او تحويل خلية البيضاء الى هذا اللون ازاي بقى لقد بثلاث طرق البيجنج ده بيحصل بثلاث طرق بالاكل وليس بقلة الاكل اتنين عن طريق الرياضة تلاتة عن طريق التعرض للبرود عشان كده في الشتة احنا بيحصل لندنا بيجنج الاكل يعني انتظام موعيد الاكل يعني فيه ناس تقول تعتقد ان لو هدي مثلا اتنين بيأكلوا نفس الاكل بس حد منظم في موعيده بيفطر وياخد سناك ويتغدى ياخد سناك 18 وحد تاني كل شوية ياخد حاجة يعني بقوا شغال كل شوية الاولاني عنده حرق كويس ما بيزيدش في الوزن التاني عنده حرق اقل فبيزيد في الوزن يبقى احنا اللي عملنا في نفسنا كده انما الاصل ما عندوش مشكلة هو جاهز انه حرق يبقى كويس بس تنظيمة الاكل منعيته انه حرق يبقى كويس اذا اول حاجة هو تنظيم موعيد الاكل فطار في معاد ثم سناك بعد ثلاث ساعات غدا في معاد سناك بعد ثلاث ساعات عشاء في معاد ده محتاج حد قاعد في البيت يا دكتور لا مش لازم قاعد في البيت عشان ينظم معيده بالشكل خالص الفطار مش مختلفين عليه صح؟ مش مختلفين لا على حسب برضو كل الناس بتخرج الصبح يعني يعني لازم فيه ناس ما لهاش في الفطار عندنا مقولة في التغذية مهمة اسمها تناول إفطارك كالملوك وغزاءك كالأمراء وعشاءك كوجبة قليلة فقيرة دي مقولة في التغذية في ناس أنصار نظريت حضرتك اللي هم أنصار الصيام المتقطع يقولوا والله احنا زرفنا ما تسمحش فانا أحدد للنفسي ست ساعات تمان ساعات في اليوم أكل فيهم يبقوا بالليل بقى يبقوا الظهر يبقوا الصبح وفيه أجسام بتخص على الصيام المتقطع أقول لحضرتك أحسن نتائج لقوها بتاع الصبح اللي هم عملوا الويندو بتاعتهم الصبح وأسوأ نتائج بتاع بالليل طيب أنا هاكل بالليل ما أنا أبقى نايم لا بالليل ده اللي هو لما تروح اللي هو من الساعة 6 لحد الساعة 12 ده بالليل ده ده بالنسبة لنا بالليل ده الوجبات الرئيسية دي أسوأ نتائج وفي نفس الوقت أسوأ نتائج صحية يعني ممكن واحد ينزل في الوزن بس دوته ما تحسنش مهم أول دوته لنقطة دي لأنه نحن دايما بنروح على الشكل يعني لو أنا عملت نظام غذائي ما وخصيت عليه ممكن تلاقي حد تاني يواخده مني وماشي عليه بغض نظر بقى يعني شكل صحتك بقى عامل إزاي من خلال النظام الغذائي تقييم أي نظام غذائي ليس فقط بنزول الوزن ولكن هل المشاكل الصحية الموجودة تحسنت ولا بمعنى حد ابتدى النظام الغذائي ضربات قلبه مية انتهى بعد ما نزل في الوزن بقت ضربات القلب مية وعشرة طب ما هو فشل فلازم أننا تحسنت ضغط لو حد ماشي بأدوية ضغط ينزل عشرة لخمستاشر في المئة من وزنه بقى من غير دوى ضغط قال لنا أدوية السكر حد بياخد تلاتين واحدة إنسولين بقوا خمسة ده اسمه نجاح إنما لو ما حصلش ده ده اسمه فشل أو اسمه سوق تغذية بس ما سموش نزول وزن قصة الوزن ده بيتحقق يا دكتور بنظام غذائي فقط ولا بيكون في عقاقير مساعدة بصحرك احنا في الأول الأصل الأصل هو الأسلوب الحياة الأصل اللي هو انضباط نظام الأكل موعيد الأكل في الأول ثم نظام الأكل ثم الحركة الحركة التي تناسب زيادة الوزن بمعنى إن فيه ناس عندها وزن زايد تروح مثلا الجيم تعمل تمرين أو تعمل حاجات تطلع على تريدمل تجري خمس دقايق أو تمشي خمس دقايق يعتقدوا أن ذلك يؤدي إلى نقص الوزن وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن في الآخر بيطلع من الجيم ده جعان وتعبان وعايز يأكل فتخذ واعتقد أنه بيلعب رياضة الرياضة المناسبة هذه النقطة الثانية أو الخطوة الثانية بعد تنظيم موعيد الأكل الرياضة موعيد الأكل ونظام الأكل والرياضة الرياضة المناسبة اللي هي تخلي بمعنى إنها ما تستهلكش أكسوجين كتير تخلي نفسي مش سريع اللي هي المش الهادي المنتظم يبتدي من أول عشر دقيق في اليوم لحد ما نوصل في الأسبوع إلى 200 دقيقة 300 دقيقة بالراحة وبالتدريج هو ده اللي بيعمل البيجنج نرجع تاني للبيجنج اللي هو تحويل الخلية الدهنية إلى خلية قادرة على إخراج الطاقة يبقى أنا زودت حرقي مش محتاجة عودة أنزل بقى بالسعرات كل شوية يبقى أنا رفعت الناحية التانية من خلال انضباط موعيد الأكل ونظام الأكل ثم الرياضة دول التلاتة أزرع اللي احنا بنشتغل بيهم الكلام ده في سيدات وفي الرجال إنه دايما السيدات يقولون نحن حرقنا أضعف من الرجال طبعا السيدات حرقها من 10% إلى 15% أقل بالرجال عشان الكتلة العضلية أقل دايما الحرق بيعزى إلى وجود كتلة عضلية أعلى شوية قادرة إنها تزود فكرة أن نسبة الدون عندنا أن عندها طبعا أعلى من الرجال فحرقها أقل ولكن هذا الشرط ينتهي تماما بحاجتين بانضباط الموعيد والمشي المشي والرياضة المنتظمة بتزود حرقنا 5 إلى 10% كل شهرين من خلال البيجنج اللي أنا بقول له حضرتك ده من خلال فأنا ممكن بسهولة مش محتاج أعزب نفسي عشان أنزل في الوزن ولكن أنزم نفسي تمام يعني مفهوم الرياضة ما نستخدمش فيها أكسوجين كتير دي ما نتعبش فيها يعني يعني مثلا بيبقاش حد عنده سمنة بيعمل جاري خمس داق هعمل له إيه جاري خمس داق طب كان مفهوم قبل كده ليس أنه قيمة كل ما تجري وكل ما تعرق أكتر بقول الكلام ده ليس أنه قيمة خلال بس أنت بتحرق سكر الجسم بيطلع الطاقة من حاجتين يا سكر يا دهون إحنا عايزين نطلع دهون ولا سكر دهون طبعا إحنا عندنا المشكلة في المخزون مخزون السكر عندنا في جسمنا كام 500 جرام مخزون الدهون كام 15 20 30 40 50 كيل أنا عايز أطلع من دول ولا عايز أطلع من 500 جرام خلي 500 جرام هم كده كده بالليل نومت بالليل بخلاص راحوا يعني فالفكرة كلها أن أنا عايز أخلي الجسم يتحرق كلما زادت سرعة ضربات القلب والإجهاد لازم الجسم يطلع طاقة من السكر لا يمكن يطلعها من الدهون فكلما زادت ضربات قلب يوعرق أكتر واتعب أكتر أعرف أنك أنت إلا الرياضيين خلاص ده رياضي يقدر يطلع طاقة من الدهون على ضربات قلب سريعة ده حاجة تانية أنا بتكلم عن الناس اللي هم مش رياضيين يعني عايزين يبتدوا رياض عايزين يبتدوا ينزلوا في الوزن فالحاجة المناسبة لهم حاجة التي لا ترفع ما ترفعش ضربات القلب بسرعة وبقاش فيه إجهاد في النفس وبقاش فيه يعني هدوء بقى حاسس أن أنا أقدر أتزود المدة بتاعتها وليست سرعتها طيب احتباس الماء داخل الجسم يا داكتور ده هل لي علاقة بمساعدة السمنة؟ أبو صحريك إحنا عندنا موضوع فيه عندنا مشكلتين أول حاجة أن السمنة هو مرض السمنة المرضية ده عبارة عن مرض مرض فيه عندنا هرمونات بتتغير جوا الجسم الإنسولين بيد إشارة للكلة أنها تحافظ على الماء اللي جواه فيحصل احتباس في الماء نمرة اتنين هو هو عبارة عن ضغط اللي السمن ده بنسميها سترس هذا الجسم سترس حد أوفرنايت مثلا ما بينامش كويس ودي أحد أسباب زيادة الوزن فعندنا هرمونز بتزيد هذه الهرمونز تمنع أن أنا أتخلص من الماء بسهولة فإذا لما أبتدي أنزل في الوزن متوقع أن هذه الماء تنزل ببتدي هذا الاحتباس يقل شوية نمرة اتنين أننا لما أنا بنام بالليل كويس متوقع برضو أننا نصح الصبح مفيش مياه زيادة أو حالة التنفيخ اللي في الجسم دي بتقل فدي طبعا ليها علاقة طبعا ليها دور يعني بس هو الأصل بتاعنا أننا ناخد الموضوع كوحدة متكاملة وليس مجرد أننا أقول أنا أختار الدايت الكيتو أو الدايت الانترميتن فاستنج أو الدايت اللي هو مثلا باليو دايت أو ميديترينيان لا هو الموضوع أكبر احنا لازم نحل الموضوع من جزوره يعني هو تنظيم اليوم على بعضه وتحويل الخالية الدهنية اللي هي اللي تخزن الدهون أو أنها تبقى مصدر الدهون اللي هي ضر تروح على القلبة أو تروح على الكلا أو الكبد إلى خالية بيتحاول إلى لون البيج يعني قادرة أنها تخرج حرارة أكتر بطلع لأننا نحن عندناش حاجة في الدهون اسمها تفتيت ما عندناش حاجة اسمها كده في الآخر هتروح فين لازم تتأكسد هتأكسد إزاي وهنا لازم فيه عندي فيه هومورك عمله عشان تتأكسد إنما في الآخر هتلف تلف يعني هتقل من البطن مثلا شكل البطن هيتحسن بس القلب تعب شكل البطن هيتحسن بس الكاب التعب فالموضوع أنا الدهون دي خلصتها إزاي مش خلصتها يعني فيش حاجة اسمها أنا الحتة دي سيحتها ما فيش حاجة اسمها كده راحت فين يعني راحت انتقلت إلى إيه وبقت سمن مرضية بقت مشكلة فإذا الموضوع من جزوره وليس مجرد من بره بس إن أنا بعمل شكل بحسن الشكل أرجع لسؤال حضرتك هل فيه طبعا السمن مرض قد تحتاج إلى تدخل دوائي بشرط هذا الدوائي يكون متوافق عليه من الـ FDA واخد موافقة عدى على ثلاث مراحل من التجارب وتعاملت عليه تريالس وعرفنا ليه ميزاته وليه أضراره هل الأضرار دي تتناسب مع كل حد قبل ما ياخد الدواء لا والأدوية دي وليلا جدا لأن فيه حاجات كتير موجودة ليس لها علاقة خالص بالأنا بقوله يعني دي اسمها إيه وإحنا معدين كده ناخدها تزود بقى فيه ناس لونا بقولوا بتزود ضربات القلب يعتقدون ده بزود حرق ملوش دعوا تحرق خالص لأنه أنا كل ما زود ضربات القلب كل ما خلي الجسم ده هيشتغل على السكر مش عدون حتى لو اشتغل عدون وخرجها هتروح فين مش هتتأكسد أنا ما حلتش المشكلة يعني في الأول حال المشكلة من أساسها فكل حاجة عندنا في التغذية ليها وعليها ما ينفعش أدي حاجة على المطلق أقول إن ده هيناسب الناس كلها لأ كل حاجة على حسب كل حالة دي بتفرق في كل حالة طيب اللي وصل لمرحلة السمنة بقى المرضية بقى فيه خطورة دلوقتي عليه يبدأ علاجه منين؟ من اللي أنا قلتو ده بالزبط يبدأ بالداية الأول ونظام غزائي؟ لأ تلات حاجات أولا أسلوب الحياة ما بينامش بالليل ينام بالليل وفيه ناس تعتقد أن النوم بالليل مش فارق لا هو فارق إن فيه هرمونات بتتغير أوفرناين دي قادرة إنها تخلي الجسم مستعد لاستقبال النظام الغزائي يعني أنا في الأول قبل مزرع أخلي هذا الأرض جاهز بتغير معدلات الحرق يا دكتور؟ نعم يا فنو؟ بتغير معدلات الحرق؟ طبعا طبعا وإحنا اللي بنعمله بنفساني عشان منقلش الآن أنا غزب عني حرق ما بيش حاجة اسمها كده أنا اللي عملت كده نفسي وبالتالي كان واجبا إن أنا في الأول أنام بالليل أدي أول حاجة أنظم موعيد أكلي يعني موضوع إن أنا أخد كل حاجة في أي وقت دي حاجات صغيرة تنتهي تماما دي اللي بتزود الحرق وفي نفس الوقت هي طاقة دخلة جوالجسم دي نمرة اتنين نمرة تلاتة اختيار النظام الغزائي المناسب بمعنى إيه؟ أنا هدي حضرتك مثلا إحنا عندنا في التغزية جدل بل خناءات يعني إيه؟ ده ضايد ده أحسن وده هنا فيه ناس تتزعم ده وده تتزعم ده وناس قول لا ده أحسن حاجة في الدنيا وفيه ناس شافت نتيجة على ده ففعلا بتتبنى وجهة النظر صحيح هل ده ينفع لبيت الناس؟ كله بيجيب نتائج مفيش حاجة بيجيبش نتائج ولكن إيه؟ كل واحد يعني إيه ساعات بيتزعم إحنا عندنا مشكلة هدي حالك مثلا فيه عندنا الأصل هو الهرم الغذائي طبعا تغير شكله بقى اسمه ماي بليت الطبق الغذائي بتاكل كل حاجة ولكن بانتظام بتاكل نشويات باعتدال وبتاكل سكريات باعتدال جدا 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 وبتاكل صلطة وبتاكل خضار وبتاكل لحوم وبتاكل جبن وبتشرب لبن وبتاكل زبادي اللي هيعرف ينزل وهو بيأكل كل ده قد نجح خلاص يبقى كده ما تحرمش من حاجة فيه ناس لأ ما عندهاش هذا الموضوع عايزة ما تشوفش الحاجات دي خالص فقالولهم خلاص احنا هنديكم حاجة نشيل خالص الكربواتدريد دي من حياتكم نديكم 5% كربواتدريد لهم ما بتقال الكيتو كيتو نجح الكيتو في إنقاس الوزن طبعا عندما قورنا بأضايا تستنيع طبعا هل الكيتو ممكن ناس تنظمه وتستمر بيه طبعا هل الكيتو ممكن يضر الناس طبعا كل الناس لا احنا عندنا بنعرف منين ده هيتضر مش هيتضر ما نعرفش فيه ناس عندها استعداد وراسي لإنزيم معين بيحاول الدهون مشبع دي إلى دهون أخرى داخل الجسم هذا الإنزيم لو نشط هيضر طب هل كل الدهون لتعلي نقطة زي دي انا معرفش يعني انا معرفش مين عنده ومين ما عندهش وبالتالي انا همشي بهذا النظام يبقى لازم اعرف ان هذا الانزيم لو نشط يبقى الدهون لعكابة دي يعني فيه ناس بتعمل فيتو عشان تده لازم متابعة طبعا فيه ناس هيجيلها دهون لعكابة زيادة فيه ناس عندها كوليسترول هيعلى فيه ناس لا اذا لو هعمل ده وانا لا وانا مش من هذه المدرسة يبقى لازم اتابع الشخص اللي ماشي بهذا النظام قد ينجح قد ينجح في نزول الوزن اه ولكن قد يصاب بمشاكل جانبية قد لا يصاب بيضوية على حسب استعداده الوراسي انا اعرف منين طب هل التحاليل لو عملها قبل النظام ده تفيدنا هيتابعه طبعا لو تابع لو انتابع والله عمل سونارة على الكابت وعمل تحاليل الكوليسترول والدهون السلاسية وعمل الطمن على والسكر بتاعه والضغط كويس والنبض كويس خلاص هو ناجح ايه المشكلة؟ تدخلات الجراحية دكتور أخيرا التدخلات الجراحية في السمنة طبعا هي مفروض يعني بالجايد لاينز او بالتوصيات كل ما تبقى احنا عندنا فوق الاربعين او من 38 الاربعين وعندنا ضغط او سكر انما في توصيات جديدة بيقولوا عليها اللي انا مش شايفها يعني مناسبة قوي من اول 30 مؤشر كتل الجسم 30 وفيه سكر يبطير على طول تدخل الجراحية انا شايف ان التدخلات الجراحية دي لمن لا يستطيع ان هو يستكمل حياته بس مش قادر يعيش اللي توصل للمرحلة انها مش قادرة تعيش وعندها سمنة طبعا اقدر اقول اقل حاجة شديدة اللي هي فوق 35 مؤشر كتلة الجسم اللي هي من 38 الاربعين وعندنا مشاكل او سمنة المفرطة او سمنة السوبر اللي هي بقى الفائقة اللي وصل لمرحلة سمنة مفرطة او سمنة فائقة ومش قادر يغير نفسه او مش قادرة تغير نفسها هتلجأ للحل الجراحي وعيد اكلها وما انا متش بالليل ويلعبتش رياضة نسبة الفشل قد تصل الى 70% بعد 10 سنين يعني هيرجع تاني الوزن يرجع للمربع رقم زيرو تاني فالاصل هو اسلوب الحياة اللي يجب يتغير عظيم كل شكرا لك يا فندم شرفتنا ونورتنا دكتور عمر عبد المانم أستاذ التخدير ورعاية المركزة والتخزية العلاجية بكلية الطب شكرا لدينا نفرع على كل هذه المعلومات